أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التشالنج على راديو هواها بطريق خلال شهر رمضان المبارك التشالنج النهاردة هيكون بعنوان احذر من عقوق الوالدين النهاردة للأسف الشديد في صور يعني كتيرة للغاية عن العقوق بقت منتشرة وبقت متفشية في قلوب كتير من يعني الناس وللأسف بقت ملاصقة لعديد من الذوي الأخلاق السيئة من البشر فكان ينبغي لكل سامع والكل عاقل ان هو يقف وقفة مع النفس في مسألة العقوق دين النهاردة على فكرة انت ممكن تسمع عن مقاسي والله عن ناس يعني اتنزعت من قلوبهم أدنى درجات الرحمة ومن شدة يعني الماديات اللي بقت للأسف مسك العقول ومسك القلوب صبح وليل في الدنيا دي إلا من رحم الله طبعا بدأ البعض للأسف في ظل يعني الماديات المسيطرة على العقول والقلوب دي يدمر الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى بمسألة العقوق فبدأ انك ممكن تشوف يعني بعض الأبناء يعق أمه ويعق أبوه وتيجي مثلا ممكن تلاقي زوجة الابن ممكن للأسف الشديد تعصي زوجها على أبوه وعلى أمه وممكن تلاقي بعض الأبناء يعني عنده للأسف كسوف بالغ من بعض الشغلانات الآباء ونسي ندل أبوه هو اللي رباه وإن أبوه دون هو اللي علمه وهو اللي صرف عليه وهو اللي خلاه راجل كبير وهو صاحب الفضل عليه بعد ربنا عز وجل فيبدأ انه هو مثلا يخجل في بعض الأحيان انه يقول ان ده والدي أو حتى يمشي معاه هنا أو هنا ليه لأنه للأسف الشديد بزعمه وبسبب قلة تفكيره شوية مستحي من بعض الشغلانات اللي أبوه بيشتغلها وغيره 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 من النمازج اللي للأسف الشديد بسببها بيبقى فيه محقل البركة وللأسف الشديد بيكون بسببها فيه ضيق في الرزق فضلا عن الضيق الصدر والتكدير اللي بيمسك البناء آدم في الدنيا قبل الآخرة بسبب مسألة العقوق مع ان المتدبر في القرآن على فكرة يرى ويجد ان ربنا عز وجل قرن حقه بحق الوالدين يعني ربنا عز وجل قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئة وبالوالدين إحسانة فاخد بالك شوف يعني قرن حق التوحيد بحق الوالدين في الآية دي خلاص دي الآية دي في صورة النساء تعالى بص كده في صورة الإسراء مثلا تلاينا ربنا عز وجل برضو قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانة فانت متصور قد إيه الأمر يعني جد خطير خد بالك مفيش يعني أفضل من عبادة بعد توحيد الله عز وجل مثل بر الوالدين عشان تبع عارف بل إن ربنا عز وجل على فكرة قرن شكرهما بشكره عز وجل يعني تيجي مثلا في صورة لقمان تلاي ربنا قال إيه في القرآن أنشكر لي ولوالديك فشوف الإقران هنا عمل إزاي أنشكر لي ولوالديك خلاص ولو بصيت على فكرة في السنة برضو حتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضى الرب في رضى الوالدين وسخاطه في سخاطهما تمام فالنهاردة لكل واحد بيفكر ولو الوهلة إنه يعق والدي احذر احذر يعني بص حتى كمان في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقته قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يبقى النهاردة في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم شفاء لي القلوب ورفع لي الدرجات على فكرة لما تيجي تعمل الأعمال دي فهنا سيدنا عبد الله بن مسعود كان دايما يسأل عن أجمل الأعمال وأقوى الأعمال اللي بيحبها ربنا عز وجل عشان يعملها فالرسول صلى الله عليه وسلم رح محدد له أول وأقوى الأعمال أول حاجة الصلاة تاني حاجة بر الوالدين فإذا فيه هنا إشارة بالغة للغاية على إن مسألة بر الوالدين يعني مسألة برضو خطيرة جدا وفي نفس الوقت ما ينفعش إن الناس تتهاون فيه النقطة دي لا دا أنا كمان عايز أزيدك من الشعر يا بيت إن المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين يعدل الجهاد في سبيل الله أنت متصور يعني يجيه في نص الحديث إن فيه رجل ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فالمصطفى صلى الله عليه وسلم قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وفي حديث آخر برضو إن رجل جه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي قال قابل الله في برهما فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد أنت متصور مسألة البر الرسول صلى الله عليه وسلم وصلها المرحلة عملة إزاي؟ يعني حتى الرجل اللي ما عندوش غير أبا وأم بيرعاهم هو من أصحاب العذر في التخلف عن الجهاد وفي نفس الوقت ليه أجر الحج والمعتمر والمجاهد لا ده أنا عايز أقولك كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين من أقوى ومن أعظم كفرات الزنوب يعني ابن عمر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من أم؟ قال لا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها يعني النهار ده حتى الخالة بمثابة الأم لو أمك حتى ماتت تقدر تبر خالتك لأنها أيضا من عظيم الرحم بالنسبة لك لأنها أخت أمك ولكن هنا في نص الحديث كان أول سؤال له إيه؟ هل لك من أم؟ إذن النهار ده بنص الحديث دوان بر الأم يكفر عظيم الزنوب والآيات والأحاديث على فكرة فيه الباب دوان كتير للغاية عن عظيم الفضل اللي الإنسان ممكن يدركه في الدنيا والآخرة من جراء بر الوالدين يعني لدرجة حتى إن جيه على لسان أحد الصالحين إن هو كان بيقول والله كنت أرى رجل يقوم الليلة كله ورجل آخر يبيت الليلة عند قدم أبيه يدلكها أراه أعظم أجرة من الذي يقوم الليلة كله يعني أنت متصور من شدة مكانه بيشوفه عظيم الأجر في بر الوالدين إن هو كان بيقول أنا قاعد عند رجل أبويا أدعك هاله وأفك أي ألم موجود فيها وأبره في مرضه أنا أعظم أجر من الرجل اللي بيقوم الليلة كله شوف كانوا بينظروا إلى بر الوالدين إزاي وده طبيعي على فكرة يعني إذا كان ربنا عز وجل نهى إنك تعق أبوك واللمك لدرجة إن حتى الكلمة كلمة يعني أف أنت منهي إنك تقولها لأبوك ولا للمك يعني ربنا قال في سورة الإسراء فلا تقول لهم أف ولا تنهرهما أقول لهم قولا كريمة فالنهار دا مجرد كلمة أف دي مرفوضة في حق الوالدين تعالى النهار دا شوف للأسف الشديد تاني بكرر لك يعني كتير من الناس إلا من رحم الله اللي ويع فيه عظيم الزنب ده ممكن يكون أصلا مش مقدر عظم أبواب الجنة اللي عنده في أو ممثلة فيه أبوه وأمه فالنهار دا مسألة بر الوالدين مسألة خطيرة للغاية ينبغي إن الكل ياخد باله من التشالنج دا ويجاهد إنه هو يكتازه على فكر لأنه خبالك عقوق الوالدين العلماء بيعدوا كبيرة من الكبائر بل من أفحش السيئات وأكبر الزنوب اللي العقوبة بتاعتها في الدنيا قبل الآخر أخد بالك ومعلوم إن للأسف الشديد يعني تفشي العقوق من علامات الساعة فنسأل الله عز وجل الرحمات ونسأل الله عز وجل المعافاة من الكبيرة الفضيعة ديا في مسألة العقوق ونسأل الله عز وجل إنه يجعلنا يعني من البرين بأبوينا وإنه سبحانه يعيننا على اكتياز التشالنج دا أشوفكم الحلقة اللي جاياء على كل خير يا رب مع التشالنج جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة